هذا وشارك المسيحيون الأردنيون شعوب العالم بعيد الميلاد المجيد وبهذا المناسبة المباركة أقيمت في العديد من الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي الصلوات والقداديس التي رفعت فيها الدعوات بأن يحفظ الله الأردن ويديم عليه الأمن والأمانة وأن يتحقق السلام في ربوع العالم وبدورها جالت عدسة نيرسات في عدد من الكنائس وقامت بتغطية احتفالاتها بهذه المناسبة المجيدة ففي كنيسة مار أفرام السريان الأرثوذكس في السوفية بعمان أقيم قداس إلهي بمناسبة عيد الميلاد المجيد ترأسه غبطة البطريارك مار أغناطوس أفرام الثاني بطريارك أنطاكا وسائر المشرقي بمعاونة الأب بن يمين شمعون راعي الكنيسة وحضور جمع من أبناء الرعية وفي ختام القداس تبادل المؤمنون التهاني بأيد الميلاد وفي كنيسة الرسل في منطقة الزرقاء الشمالي ترأس المطران جمال دعيبس القداس الإلهي الذي أقيم بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمعاونة راعي الكنيسة الأب إياد بدر وحضور عددا من الأباء الكهنة والشمامسة وجمع كبير من المؤمنين وخلال القداس رفعت الصلاة من أجل شهداء الوطني ومن أجل المحسنين للرعية وفي كنيسة مطرانية الروم الملكين الكاثوليك أم السمق أقيم قداس إلهي بمناسبة عيد الميلاد المجيد حيث ترأس القداس سيادة المطران جوزيف جبارة بمعاونة الأب الدكتور بسام شحتيت النائب الأسقف العام والأب عماد مواب مساعد كاهن الرعية وحضور عددا كبيرا من المؤمنين وفي كنيسة العذراء الناصرية الصوفية ترأس الأب حنك الداني كاهن الرعية القداس الإلهي الذي أقيم بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمشاركة الأب عصام زعمط وحضور عددا من الأباء الكهنة والشمامسة وجموع غفيرة من المؤمنين كما احتفلت كنيسة القديس يحنى دولاسال الفرير جبل الحسين بعيد الميلاد المجيد وذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه كاهن الرعية الأب إبراهيم نفع وبمشاركة الشماس الإنجلي يوسف فتال وبحضور حجد كبير من أبناء الرعية ولجانها وفعالياتها على وقع ترأتي لأحياتها جوقة الرعية بمشاركة الدكتورة باسم السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن وفلسطين وفي نهاية القداس تم توزيع هدايا على الحضور من الأطفال كما تقبل الأبنى فاع والشماس فتال ومجلس الرعية التهاني بالأعياد المجيدة كما احتفل أبناء الرعية الكندانية في الأردن بعيد الميلاد المجيد وذلك في قداس الإلهي ترأسه خور الرعية الأب زيت حبابه بحضور عدد كبير من أبناء الرعية في المملكة وقد رفعت الصلاة في القداس لأجل كنيسة ومؤمنيها ونية السلام في الأردن والعراق وفي ختام الحفل تبادل المصلون التهاني بالعيد المجيد